أهلاً بكم يا أصحابي وحشتوني قوي 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 دلوقت البلول هتخلنا واتطير في مغامرة جديدة مع يحيي كنوز بسينو عن كنوز المالك تطعن خامون يلا بينا نشوف قوليلي بقى يا كنوز هتكتبي عن إيه؟ لسه بفكر يا يحيي بس غالباً هكتب عن اللعنة لعنة إيه مفيش حاجة اسمها لعنة صح يا سينو؟ أنا لسه معرفش أنتوا تتكلموا عن إيه أصلاً فهموني الأول أنتوا بتعملوا إيه؟ إحنا كل واحد مننا يا سينو مطلوب منه يختار موضوع ويكتب عنه حكايات جديدة وكنوز عاوزة تكتب عن اللعنة أنا مرة قريت إن كان فيه جملة مكتوبة على قناع الملك تطعن خامون بتقول سيدرب بجناحيه من سيزعج الملك كل الكلام ده مش حقيق يا كنوز وإلا إزاي كنوز ملوك كتير السرقت من أماكن دفنهم على مر العصور أنا مقتنع بكلامك يا سينو لكن إيه معنى الكلام اللي بيبقى مكتوب على الجدران وتوابيط الملوك؟ ودايماً بسمع عن اللعنة اللي بتعرض لها ناس كتير قربوا من أماكن دفن الملوك المصريين القدماء مجرد خدعة عشان أي شخص يقرب من كنوز الملوك يخاف وتفضل كنوز في مكانها لكن للأسف معظم المحاولات دي ما نجحتش وكنوز ملوك كتير اختفوا أنت عارفة يا كنوز إيه سبب انتشار إشاعة اللعنة؟ إيه يا يحيا؟ وفاة اللورد جورج كارنافون وهو واحد من أوائل الناس اللي دخلوا مقبار التوت عن خامون أول ما تم اكتشافها جوه مكان الدفن يا يحيا؟ لأ يا سينو بعد خمس شهور بسم للاكتشاف العظيم اللي كان ليه سبب كبير فحبه واهتمام العالم كله بالحضارة المصرية القديمة كده يبقى لازم أفكر في موضوع تانا كتابه قولي انت هتكتب عن إيه يا يحيا؟ أنا كنت محتار لكن خلاص قررت هكتب عن اكتشاف كنوز الملك توت عن خامون أنا عاوز أعرف إيه سر اهتمام الناس في العصر الحديث بالملك توت رغم أن الملك توت تولى الحكم وهو صغير وما حكمش أكتر من تسع سنين وما كانش من الملوك المحربة أو اللي ليها تاريخ في الحفاظ على حدود كمت لكن في عصرنا الحديث الاهتمام بالملك توت ليه حكاية طويلة يا سينو الحكاية بدأت سنة 1922 في وادي الملوك في الأقصر وبعد سنين من الحفر والبحث عن الكنوز المصرية القديمة قدر عالم الأثار البريطاني أنه يكتشف مكان دفن الملك توت عن خامون الحظ خدم الملك الشاب لأنه الدفن في مكان صغير اعتبروه معظم علماء الأثار اللي يليق بملك لكمت لكن لأنه صغير والتراب مغطيه من آلاف السنين كان بعيد عن كل العيون ولصوص الأثار ما قدروش يوصلوله فد الكارتر ينزل على السلالم اللي هتوصله لكنز الملك توت سلمة سلمة لحد ما لقى نفسه في غرفة الدفن اللي مليانة نقوش على جدرانها وفيها كل اللي يخص الملك من مجغولات زهبية وعجلة حربية وكل تفاصيل حياته حوالي 3500 قطعة زهبية كانت موجودة في نفس المكان وبينهم تابوت الملك قرب كارتر من التابوت وفتحه عشان يتفاجئ بأعظم اكتشاف في التاريخ الحديث قناع الملك توت عن خامون من الزهب الخالص يعني يا سينو تقدر تقول ان اهمية الملك توت في عصرنا الحديث لانه اول ملك مصري قديم نكتشف مجبرته كاملة قبل ما لصوص الاثار يقدروا يسرقوها حتى لو الكنز تسرقت التاريخ لسه باقي الشعب مصري في كل حاجة من حوالينا انه كوش والبرديات والحكايات اللي عرفناها اهم من اي كنوز حتى نهر النيل اللي عمره من عمر الارض دي جزء من تاريخنا شطار يا ولاد حبكم لبلدكم لازم يكون ملوش اي شرط او سبب الا انكم بتنتموا الارضها زي اجدادكم المصريين القدماء بس يا سينو انا عاوز اعرف هو ليه الملك توت ما حكمش كتير الملك توت توفي في سن صغيرة واختلفت الاراء بخصوص سبب الوفاة ومن بعد فترة حكمه تولى الحكم الكاهن اي ومن بعده الملك حور محب خلاص يبقى اي حيا يكتب عن الملك حور محب وانا هكتب عن الملك توت حبيبي وبعد ما شفتوا حكاية النهاردة قولولي بقى اي رأيكم يا اصحابي هيا انتوا عارفين يا اصحابي ان الملك توت عن خامون حكم كمت في عصر الاسرة الثمنتاشر بعد وفاة والده الملك اي محطب الرابع تولى الحكم هو عنده حداشر سنة بس وفضل في الحكم لغاية ما بقى عنده تسعتاشر سنة وبكده تكون خلصت حكاياتنا ومغامراتنا سوا واستنونا في حكايات جديدة ورحلة سعيدة رحلة سعيدة رحلة سعيدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة